من بغداد الإعلام العراقي سامي حسن مرحبا بك سامي حسن معنا أهلا وسهلا زيارة أردوغان للعراق طبعا هي الأولى منذ 13 عاما وآخر زيارة لأردوغان كانت في 2011 عندما كان رئيسا للوزراء لكن سياقها هذه المرة مختلف في ظل التوترات الشديدة التي تعرفها المنطقة في ظل الصراعات أيضا كيف ساهمت هذه الصراعات المحتدمة أيضا تحديات الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط في أن تكون دافعا لتسريع العمل المشترك بين تركيا والعراق شكرا بسم الله الرحمن الرحيم هذه الزيارة كانت مقررة أن تجري في شهر سبتمبر من العام الماضي ولكن لأن شروط التي كانت يجب أن تتوفى لم تكن ناضجة بالنسبة لتركيا تحديدا والخلافات حول المياه تأجلت الزيارة إلى هذه السنة هذه الزيارة لها نقطتان أساسيتان لكل بلد من البلدين النقطة الأولى بالنسبة لتركيا تريد تركيا أن تعود إلى ما قبل 2010 ما قبل الثورات الرديل العربي في العلاقة مع الدول الجوار بالإضافة إلى قضية الأمن المسألة الأمنية بالنسبة لتركيا هي أساسية جدا وتريد أن تصل إلى حل لهذه المسألة خاصة بأن عناصر حزب العمال الكردستاني موجودين داخل الأراضي العراقية وبالنسبة للعراق العراق يريد أن يتصرف كدولة طبيعية يعني ليس أن لا تقتصر العلاقة العراقية مع الأقليم على قضاء عناوين الإرهاب والأمن والوجود العسكري والسيادة وما إلى ذلك وإنما أن تتصرف كدولة طبيعية فيما يتعلق بالاقتصاد العراقية والعلاقات الدبلومية والسياسية والحفاظ على السيادة وعدم التدخل فيها الشؤون وبعيدا عن الإيرانيين هذه الزيارة هي الأهمية بالنسبة لتطبيع علاقات نوعا ما مع البلدين ولكن هناك أعمدة لهذه الزيارة العمدة الأول الأساسي هو الأمن في هذه النقطة نعم سأناقش معك هذه الملفات تفصيلا سامي حسن يعني رغم أن هذه الزيارة تأجرت لعدة أشهر اليوم يعني هناك تقارب استراتيجي ملحوظ بين تركيا والعراق وأنت تتكلمت عن المستوى الأمني نركز عليه قبل الحديث عن الجانب الاقتصادي وهو جد مهم ما الذي يجري التنسيق بشأنه مع كل هذه الاجتماعات الأمنية رفاعة المستوى تركيا تريد من العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية وطرد عناصرها من العراق ولكن هذا الملف ليس خارج قدرة العراق لوحده لماذا؟ لأن الإيرانيين لهم دخل في هذا الموضوع فحزب العمال ليس علاقتهم وتواجدوا على الأرض العراقية متعلقة بالجانب الحكومة في بغداد وإنما الإيرانيون أيضا لهم دور فمثلا في اتفاقية شنقال منالك اتفاقية عناصر حزب العمال الموجودين في قضاء الشنقال التابعة لمحافظة نينة منذ 2014 عندما احتل تنظيم داعش هذه المدينة وإلى الآن لم يخرجوا رغم أن هناك اتفاقية ثلاثية بين أربيل وبغداد وبحضور ممثل الأمم المتحدة هذه الاتفاقية لم تدخل حيزة تنفيذي إلى الآن لأن عناصر الحجر الشابية المسيطرين في تلك المنطقة هم متحالفون مع عناصر حزب العمال برعاية إيرانية وبالتالي هذا الطلب التركي للأراق تقل خارج عن قدر الأراقية بالدرجة لأساس تركيا حتى تصريحات أردوغان بعد اجتماعه مع السوداني قال نتمنى أن نرى في الشهور المقبلة القريبة بمعنى أنه لم يصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع الجانب الأمني طيب الآن كيف ستؤثر زيارة أردوغان إلى بغداد على العلاقات الاقتصادية بين البلدين والمتوقع على مستوى الاتفاقية التي ستكون مهمة كما وكيفا من حيث الأدد تقريبا وقعت 26 اتفاقية اليوم بين البلدين الصادرات التركية سترتفع من 12 مليار دولار إلى الأراق العشرين مليار دولار هذا هو الاتجاه الأتراك يريدون أن يصلوا في هذا الموضوع وهم البعد والاقتصاد مهم جدا لديهم العراقيون كذلك مشكلة المياه يبدو بأنهم قد وصلوا إلى اتفاق هذا الاتفاق أن تشارك الشركات التركية والخبرة التركية في مساعدة العراقي للاستفادة من المياه الدولية التي تدخل حتى لا تضيع وتدخل إلى شط العرب 70% هناك قضية أيضا متعلقة من حيث الصادرات والواردات بين عراق وتركيا متعلقة بإقليم كردستان لأن 70% من الصادرات والصادرات التركية إلى العراق تمر عبر المنافذ التي هي تحت سيطرة إقليم كردستان وبالتالي هذه القضية أيضا مهمة أيضا مصالة طريقة التنمية طريقة التنمية أيضا وقعت اتفاقية ما أهمية الاستراتيجية لهذا الطريق عفوا على مقاطعتك يعني طريقة تنمية مشروع بري وسككي مهم يمتد من العراق إلى تركيا ربما على مسافة 1200 كم داخل العراق ما الأهمية الاستراتيجية لهذا الطريق ومن الشركاء الحاليون وأيضا سمعنا أن هناك شركاء مستقبليين بالنسبة للاهمية الاستراتيجية التاريخية لتركيا لأن هذا الطريق كان موجودا يعني في زمن الوثمانيين كان أساسه موجود بين بصرة وبغداد والموصلة باتجاه أظن حلب الأراضي تركيا التي كانت تحت سيطرة الأثمانية أيضا في ذلك الوقت وبالنسبة للعراق مهم لأنه يمتلك طريقا بريا آمنا على عصريا يربطه بين يعني انفتاع اقتصادي وسياحي بين العراقي وبين الدول الأوروبية الشركاء هم الذين بإضافة إلى أنقرة وبغداد قطر والإمارات اليوم مقع اتفاق رباعي بين هذه الأطراف الأربعة لبناء هذا المشروع الذي يكلف سبعة عشر مليار دولار لا أدري هل هناك شركاء مستقبليون أم لا ولكن مسألة قضية مهمة جدا خاصة بالنسبة للعراق الذي يعاني من رداءة نوعية التواصل أو وسائل التنقل بينه وبين الدول الأخرى أشكرك جزيلا شكر سامي حسن الأعلام العراقي وكنت معنا من بغداد شكرا